الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات في هذه الجالية الطيبة المباركة جالية مؤسسة الجامع وجاليتنا العربية والإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم اللهم آمين نتابع حديثنا وكلامنا في شرح حديث جبريل عليه السلام وما زلنا في الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقوله وأن محمدا رسول الله هذا يجب أن يكون باللسان كما بينا مع الإقرار بالقلب أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله إلى العالمين جميعا رحمة له كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحن نحيا في هذه الديار غير المسلمة ينبغي أن تتجلى هذه الصفة وهذا المعنى العظيم وهو معنى حقيقي لا نجامل به ولا نداهن ولا نتسلل في تقديم هذا المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين والحقيقة الحديث ممكن يتشعب جدا لو أن واحدا من المنصفين من غير المسلمين يبحث في معارك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة للناس وما زال هو ودينه وشريعته عليه الصلاة والسلام ولما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات غضب غضبا شديدا وقال ما كان لهذه أن تقاتل وأنكر على من فعل تؤمن بأنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمدا أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذه من شروط الإيمان ومن لم يؤمن بهذه العقيدة فهو ليس من المسلمين ما هي هذه العقيدة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد آخر رسول ما في بعد رسول الآن في جماعات جاءت وأثبتت الرسالة لغيره وقالوا فلان رسول وفلان والرسول صلى الله عليه وسلم حذر وأخبر بأنه سيكون بعده كذابون كلهم يدعي النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ادعى النبوة في زمنه عليه الصلاة والسلام ومعروفة قصة مسيلمة وغيره ممن ادعوا النبوة جزء من عقيدتنا وديننا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر آخر النبيين خاتم المرسلين وهم يتفلسفون ويحاولون أن يخلطوا ويدنلسوا على الجهلاء يقول خاتم يعني زينة النبيين وفي حديث آخر قال لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام أيضا بالغوا الجهلة وأصحاب الهواء قالوا لا اسم نبي يعني هذا نبي يأتي بعد النبي اسمه لا تصوروا إلى أي حد الإسفاف بالعقول واستخفاف عقول الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه خاتم المرسلين الله بيّن ذلك وشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب ومن صدقه فهو مثله كافر كاذب ويلزم أيها الإخوة والأخوات من هذه الشهادة أن نتبعه في شريعته وسنته عليه الصلاة والسلام وأن لا نبتدع في دينه ما ليس منه جزء لا يتجزأ من هذه الشريعة وهذا الإيمان الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الاتباع وإلا ما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله فقط من أجل إثبات الهوية أو من أجل الادعاء أو من أجل أحيانا الزينة تكون عبارة عن سنسال في محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في أعناق الأولاد والبنات هذا يكتفى به أو في البيوت الله محمد تعلق ثم بعد ذلك تحت هذه الراية أو الصورة نبيته نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعمالنا أو في الكثير من أعمالنا أو في الخطير من أعمالنا الأعمال المهمة جدا فندير ظهورنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما منلتزم فيها ومندعنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة ما في حد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة لكن حبهم كان مبرهن عليه بالعمل كان مبرهن عليه ومدلل عليه بالاتباع رضي الله عنهم كانوا يتبعونه إلى حد ما لا يمكن أن يتصور عند بعضكم يقال بأن ابن عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاته ويمر من طريق فيها شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يحني رأسه وهو على ظهر الفرس حتى لا تضرب الشجرة أو فروعها رأس النبي صلى الله عليه وسلم فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الشجرة ولم يعد لها أثر ومسير ابن عمر من نفس الطريق كان إذا وصل إلى مكان هذه الشجرة تلك الشجرة يحني رأسه فيقولون له لماذا تفعل؟ قال كان حبيبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام طيب حبيبك كان يفعل ذلك لأنه كان فيه شجرة ما بتفرق معه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هالكلام فأنا بحب أعمل مثل اللي كان يعمل عليه الصلاة والسلام كان أيضا إذا مشى في رحلة يقول لقائد الإبل يقول له هون عليك أو رويدك خفف السرعة أي لناقة ابن عمر عسى أي يقع الخف مكان الخف لعل خف ناقتي يقع مكان خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي من هذه الطريقة حبهم للنبي عجيب كانوا يقتتلوا على شعر رأسه إذا حلق عليه الصلاة والسلام ويتسابقون في خدمته هذه كلها مظاهر للحب لكن العمل هو الدليل يعني أنا ممكن أدعي أني بحب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أبكي لذكره وإذا ذكر أمامي أصلي عليه وربما أمضي جزءا من الليل من القيام بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقق لي أن أعمل ذلك يعني لازم أعمل هيك لكن كل هالدعاوى هذه يصدقه أو يكذبه العمل ولا لا لو ظليت ليلة نهار تقول أنت لا ابنك ولا بنتك ولا زوجتك ولا خطيبتك ولا خطيبك أنا بحبك حب موت أنا أنا كذا وكل ما طلب منك شغلة تردها في وجهه وما تعمل فيها يصدقك أنك تحبه ما يمكن صدقك لا يمكن يقبل منك هذا الحب إن المحبة لمن أحب مطيعه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد فرض علينا نحبه عليه الصلاة والسلام وفرض من جوة من داخلنا من قلوبنا مش يعني مكرهين على هالحب لأنه لا إكرهها في الدين كل قضيتنا مع ربنا بيعة رضا ما حد بيجبر حد على دين لا إكرهها في الدين لكن مدام ارتضينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نشهد بأنه رسول الله لازم نحبه وما نحب أحد كحبنا إله عليه الصلاة والسلام كما بين في الحديث الذي فيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث صفات إذا توفرت فيك أو فيك تجد هناك حلاوة حقيقية لإيمانك والله اللي جرب أنه إلا يجدها الحلاوة هي حلاوة الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم حلاوة قليلة كل الحلاوات تحتقر أمامها وتختفي أمام حلاوة الإيمان بالله عز وجل والأمن والأمان والسلم والسلام والشعور بالراحة اللي يطفيها عليك الإيمان بالله عز وجل وكذلك الإيمان بالحبيب المصطفى صلى الله وسلم وحب الرسول صلى الله وسلم ولذلك تكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام لكن نريد مع ذكره أنه نتبع سنته عليه الصلاة والسلام ويقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني إيش مما سواهما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحبك يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل الناس إلا نفسي يا رسول الله يعني بحبك أكثر من أي إنسان حتى أولادي بحبك أكثر إلا أنا نفسي بحب نفسي أكثر قال لا يا عمر يعني هذا حب غير مقبول ومرفوض فراجع نفسه عمر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي قال الآن يا عمر الآن يا عمر هذه المحبة التي يقبلها ربنا لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون حبك إلو أكثر من حبك لنفسك ولزوجك وولادك وزوجتك والمال والسلطان والشهرة والقوة والبيزنس وكل الدنيا لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شو يعني بتحبه أكثر يعني إذا جاء أمران واحد من الزوج أو الزوجة أو الولد أو الوالد أو الحاكم أو صاحب السلطان أو مسؤول العمل يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنت الآن بين أمرين إما بتمشي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتمشي مع الجهة الأخرى فإذا بتدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تشهد أن محمد رسول الله شو بتختار؟ تختار طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا إيمان عمك أبي طالب أحب إلي من إيمان أبي كنت بحب يا رسول الله أن أبو طالب يدخل الإسلام أكثر مما أحب أبوي يدخل الإسلام لا إله إلا الله قال له ليش قال له أني كنت أعلم أنك أنت بتحب أنه عمك يسلم عمك أبو طالب يسلم وأنا بحب اللي بتحبه يا رسول الله اللي بتحبه محبوباتك محبوباتي مبغوضاتك مبغوضاتي أحبابك أحبابي أعداءك أعدائي أنا بمثلتك وبخيط هذه حياتي يا رسول الله تصوروا إلى أي حد كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أبوه حد بحب حد أنه يدخل الإسلام ويدخل الجنة بعد حاله يعني من أبوه وأمه يحب أنه أبو طالب اللي مات على الكفر عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له الهداية لأنه لم يستحق الهداية لو كان يستحقها الله عز وجل فهكذا كانوا يقولون ولذلك أيها الإخوة والأخوات لما نقول أن يكون الله ورسوله من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه وكما يكره أن يغذف في النار هذه المحبة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم لما يحكم حكم ما بصير يا أختي تقولي والله أنا يعني زوجي مانعني الحجاب وأنا مطيع له ألم يأتي الإسلام بطاعة الزوج وبر الزوج أي والله جاء الإسلام بطاعة الزوج وحب الزوج وبر الزوج ما لم يعصي الزوج الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الزوج قال لي لا تصلي والله ما برد علي أبو أصلي بحاول أهديه بحاول أناقشه بحاول أقنعه بروحنا ويا عندي الشيخ من تناقش ما أعجبه يضرب رأسه في الحيط الزوج ما ممكن أدخل إجهنم مشانه أنا وكذلك الولد والله بس هي حابة البنت مش حابة يعني تتحجب لأنه يعني هي حابة هيك شو حابة هيك صحيح لا إكراه لكن هذه وظيفتك أنت يا أب وظيفتك يا أم كما أننا نورث أبنائنا المال والعقار والشهادات قبل هيك ومع هيك وبعد هيك لازم نورثهم الدين شو القيمة لواحد بحامل لي خمس ست شهادات دكتوراه ولا من المسلمين كوتا كوت ولا يصلي ولا يصوم كمثل الحمار يحملوا أسفارا حمار وحط عليه مكتبة يعني شو بتفرق معا يعني فإحرصوا إحرصوا إحرصوا أنه شهادتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هذه شهادة نعتز فيها وبنعيشها وبنطبقها في حياتنا وبنورثها لأولادنا وبنعلمهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك بالأوامر يكون بالقدوة الحسنة أنت تكون حياتك مثال حي أمام أبنائك وبناتك أنك أنت من محبي الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفوك بتقرأ سيرته بتقرأ سنته بتطبق سننه في الأحكام بتطبق سننه في الحلال والحرام بتطبق سننه في المظهر وفي اللباس وفي المأكل والمشرب والنوم والمخرج والمدخل والركوب وغير ذلك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبسألك الولد ليش بتعمل هذا وهو صغير بقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل هذا وكان حب اللي بعمل هيك النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نريد اتباع أكثر من دعاوة أكثر من إعلانات أننا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا بنادي إخواني وأخواتي أن نحقق هذه الشهادة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم أختم بحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به مش كل واحد عنده هوا وعنده رغبة وعنده ميل وعنده شهوة لازم كلنا هذول يكون يعني على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ينتفي عنا الإيمان بنتفي عنا الإيمان وبنقص إيماننا جدا قبل أن أختم معكم هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان بالدعاء أذكركم بأنه يوم الجمعة القادم ساعة تسعة ونص سيكون عندنا إن شاء الله جمع تبرعات لايف مثل هيك يعني على الفيسبوك من المسجد نطالب وندعو ونرجو الجميع حضروا حالك وتكونوا معنا افطروا بدري على الوقت يعني وكلوا الحلو بدري وأخروا شوي صلاة العشاء وإحنا منتأخر مع بعضنا منصليها بعد ما نخلص إن شاء الله إحنا في هذه الجمعة الأربعة ثلث جمعة للمسجد بنيتنا كل جمعة نجمع مئة ألف إن شاء الله تعالى واللي بعرفكم وبعرف عطائكم كرمكم الأمر ميسور إن شاء الله وجمعة ستكون للزكاة بإذن الله ثم ليلة القدر يوم الثلاثة تسعة عشر شهر خبروا أحبابكم وأصحابكم السهرة تعالى خبروا الجميع أن تكون السهرة معنا إن شاء الله في ليالي الخير في رمضان بإذن الله تعالى الجمعة القادمة التاسعة والنصف إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين يغفر لنا أجمعين يعتق رقابنا من النار أجمعين يسر لنا صيامنا وقيامنا وغض أبصارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه شكر الله لكم حسن إنصاتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته